السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم معنا الحلقة الاولى من كورس خواص مواقع النكمة سوف نقوم في هذا الكورس بدراسة العديد من الخواص الخاصة بمواقع النكمة بما في ذلك السوائل والغزال نبدأ الان على بركة الله بالمقدمة الخاصة بهذا الموضوع طبعا يوجد العديد من النواع البترول وتخلف النواع النفط على حسب التركيب الكيميائي الخاص بها والمعروف اينا بالكيميكال كامبزيشن كما سوف نستعرض بعد قليل وطبعا تعتمد نوعية الهيدروكاربون على المكان الذي تواجد فيه في بطن الارض ونوعية الكيروجين التي تم توليد النفط من خلاله مما يؤدي لوجود العديد منواع النفط التي تختلف في الخواص الكيميائية والفيزيائية بالنسبة للخواص الفيزيائية فاشهر هذا الخواص هو اللون والرائحة وما بالنسبة للخواص الكيميائية فهو عدد درات الكربون في المركبات الداخلة في تركيب هذا المركب ندلان بأحد الأسئلة المهمة التي يجب معروفتها في هذا الكورس وهو ما هو التعرف العلمي للبترول؟ طبعا يتم تعرف البترول من وجهة نظر هذه المادة على أنه خليط من المركبات الهيدروكاربونية والغاز الطبيعي وذلك لأن النفط قد يتواجد به غاز طبيعي الدائب بداخله لهذا يعتبر خليط من عدد مواد الهيدروكاربونية قد يتواجد في الحالة الصلبة أو الحالة السائلة وفي بعض الحالات يتواجد في الحالة الغازية كما في الحالة الكندنسات لهذا فإن الحال الفيزيي للبترول تعتمد على العديد من المتغيرات مثل الضغط ودرجة الحرارة والمواد الكيميائية الدخلة في تركيب هذا البترول فعلى سبيل المثال يوجد العديد من أنواع مواع المكمل لدينا هنا الهيفي اويلس وهي قد تكون في المادة الصلبة مثل التار والبيتيومين كما موضح أمامكم وأيضا قد تكون للازجة ولكن لزجتها عالية وأيضا لدينا الانترميديت اويلس وهو عبارة عن نفط تقل جدا ولكنه يوجد في حالة سائلة وذو لزجة عالية بالإضافة لدينا البلاك اويل وهو النفط الخام الذي يعتبر متوسط للزجة ولكنه يبقى يحتوي على عدد من الشوائف ويحتوي على محتوى عالم انترات الكربون بالإضافة إلى الكندنسات وهو عبارة عن هيدرو كربون تكون الابي آي الخاصة بها مرتفع مقارنة بالابي آي الخاصة بهذه الأنواع وأيضا نعتبر خفيف وأخيرا لدينا الغاص الذي نعتبر أقل لزجة وأقل كتافة مقارنة بالأنواع الأخرى وطبعا كما أشارنا سابقا فإن هذه الحالات تعتمد على الضغط ودرجة الحرارة ومن المعروف أنه أثناء مرحلة حياة الرجفور فإنه يحدث اختلاف في الضغط لهذا قد تختلف بعض الخواص وذلك نتيجة لاختلاف الضغط ودرجة الحرارة في الرجفور ننتل الآن إلى بعض المعلومات الخاصة بالعوامل التي تؤثر في الكنبساشنة وهو التركيب الكيميائي الخاص بالهيدرو كربون أولا لدينا نورمال تيمبرجر أند براجر معروف أيضا بالن بي تي نورمال براجر تيمبرجر وأيضا يتم تصنيف الجاز والليكود والسلد وذلك على حسب الملك الأسوال الجزائيات فعندما تكون الجزائيات صغيرة متبعة عن بعضها البعض تكون الحالة الفيزيائية للمركب غاز وعندما تكون الجزائيات وسطة بمعنى أكبر من الجزائيات الغاز تكون في الحالة السائلة وتكون قوة التجادب أكبر من الحالة الغازية ولكن عندما تكون قوة التجادب بين الجزائيات كبيرة جدا وتكون الجزائيات ضخمة فإنها تكون في الحالة الصلبة وذلك لأن قوة التماسك تكون ضخمة مقارنة بالحالة السائلة والحالة الغازية عروف أن التركيب الكيميائي للكرود أول والناتشرال جاس بصورة كبيرة من الهيدر الكاربون وهي عبارة عن مركبات تحته على الهيدروجين والكربون بالإضافة إلى نسبة ضئيلة من الشوائب الأخرى وهي مواد غير هيدر كربونية مثل تاني أكسيد الكربون CO2 والكبريت اس والنيتروجين بالإضافة لبخار الماء في حالة الغاز والماء في حالة السائل كما أشرنا فإن الماء تتواجد دائما مع النفط وذلك في فراغات الصخور وذلك اللي من معروفة أن النفط يهاجر مسافات بعيدة من المكان الذي تولد فيه للمكمن النفطي أثناء هذه الهجرة يوجد أيضا كميات من المياه مصاحبة تصاحب حركة السوائل والغاز تستقر في المكمن النفطي مع عدل المواقع أكثر إلى الخواص الخاصة بالهايدر كربون يمكن تقسيم الخواص إلى نوعين biological و physical خواص كميائية و خواص فيزيئية الفرق ما بين الخواص الكيميائي و خواص lymphيزيئية هو أن الخواص الكيميائية هي الخواص الخاصة بالتفاعلات الكيميائية لهذه المادة مع الموض الأخرى إضافة لأنها تتحكم في الحمضية القاعدية الخاصة بمركبات hayd isnjd. والثانيا جدينا holidays background properties وهي الخواص السبيزيئية تتمتر في نوعه النوع الأول هو Intensive والثاني هو Extensive الفرق بين Extensive وال Extensive هو أن Extensive تعتمد على Quantity of the Marate يعني أنها تعتمد على كمية المادة الموجودة في هذا الجسم فعلى سبيل المثال كتلة والحاجم وغيرها من الخاص الأخرى وما لا تعتمد فهي Independent of the Quantity فهي لا تعتمد على الكمية الخاصة بالمادة فعلى سبيل المثال اللون والكتافة والCompersible Factor ومعامل الضغطية والBulling Point بالإضافة لأوام الأخرى وطبعا الBulling Point هي نقطة الغليان فعلى سبيل المثال إذا أخذنا لتر من الماء وقمنا بتسخينه فإنه سوف يغلع عند درجة حرارة 100 سلسوس وإذا أخذنا 10 لتر من الماء وقمنا بتسخينها فإنه أيضا سوف تغلي عند 100 سلسوس لهذا درجة الغليان لا تحتم بكمية المادة بل إنها خاصية خاصة بالجسم في حداته نهت الآن إلى مقدمة حول التصنيفات الخاصة للرجفورفلوتس وهي موقع الخزانات طبعا قبل القيام بعملية التصنيف يجب معرفة ما هي العناصر التي تدخل في تركيب الهايدروكاربونس الموجودة في زوفور نأتي أولا إلى التركيب الرئيسي تتركب بشكل رئيسي من هيدروكاربونس وأحيانا تحتوى على نصب الضائلة من النان هيدروكاربونس وهي الموضة الغدوهايدروكاربونية وبالنسبة للهايدروكاربونس فتم تسميتها بذلك وذلك لأنها تحتوى على هيدروكاربون لهذا السميت بهايدروكاربونس ويوجد نوعان رئيسيان هما الأروماتيك وهي المركبات الحلقية الأروماتية بالإضافة إلى الألفاتيك وهي المركبات الألفاتية يقصد بالمركبات الألفاتية أنها مركبات تتواجد على السلاسل المستقيمة أما الأروماتيك فنية تتواجد على السلاسل الحلقية بالنسبة للمركبات الألفاتية يوجد ثلاثة نوع رئيسية في نمط السلاسل الخطية وهي الألكينز والألكينز والألكينز والألكاينز بالإضافة إلى السايكل والفاتيك وهي عبارة عن سلاسل مستقيمة قد تأخذ الشكل الحلقي طبعا وكما أشرنا سابقا فنية مركبات الهايدروكاربونية تكون من هيدروجين وكربون وما بالنسبة لأنن هيدروجين فيوجد العديد من الأنواع وهي الورو والنيتروجين والكربون ديوكساد بالإضافة لهيدروجين سلفايد لدينا ماء ونيتروجين وتانوكسيد الكربون بالإضافة لكبرتين الهيدروجين والتي تعتبر من الشوء بالغير مرغوب فيها وذلك لأن أغلبيتها تسبب في التأكل الخاص بالأنابيب ندل الآن للتحدث عن المركبات الألفاتية التي نتعامل معها بدرجة كبيرة في الصناعة النفطية أولا لدينا الألكينس المعروفة أيضا بالبرافينس طبعا هي عبارة عن سلاسل حلقية تأخذ هذا الشكل وأشهر هذا الأنواع هو الميتين والإيتين والبروبين بالإضافة للبيوتين وهي المركبات المتعرفة عليها والصيغة العامة هي CnH2n زايد 2 فعلى سبيل المثال عن ما يكون لدينا عادة دارة الكربون واحد وتسمى ميتين نضع واحد بدل إن وواحد هنا تبدأ C1 2 ضرب واحد زايد 2 تساوي أربعة إذن C1H4 وعلى منضعة 2 نتحص على الإيتين وعلى منضعة 3 نتحص على البروبين وهكذا وطبعا هذه المركبات هي مركبات مشابعة وذلك لأن الرابطة الموجودة بين كل دارات الكربون هي رابطة أحدية لهذا سميت بالألكينس وذلك لأن الرابط من فيما بينها هي رابطة أحدية كما وضح حمامكم نتلان إلى النوع التنوع هو الألكينس المعروف أيضا بالأوليفاين طبعا الصيغة العامة للألكينس هي CnH2n ولدينا العديد من مركبات مثل الإيتين والبروبين ولاحظوا أن الوجد مركب يسمى الميتين وذلك لأن الرابطة التنائية تحتاج على الأقل إلى دارتين كربون لهذا نبدأ من الإيتين وننطلق إلى الأمام وتمتاز أيضا بأنها أقل استقرار من الرابطة الأحدية وذلك لأن الرابطة التنائية وعرضة للتكسر والتفاعلات الكيميائية نتلان إلى المركبات من النوع الثالث وهي الألكينس والصيغة العامة لها هي CnH2n وهي أيضا مركبات أخطية يجب أن تحتو على الرابطة التنائية كما وضح أمامكم وكما أن شرنا سابقا فينا أقل مركب يجب أن نحتو على دارتين كربون لهذا فينا الميتين اللي يمكن أن نحتوي على الرابطة التنائية ولدينا الأستهيلين بالإضافة إلى البروبين طبعا الهدف الرئيسي من دراسة الألكينس والألكينس 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 هو من أجل معرفة التركيب الكيميائي الخاص بالهيدروكاربون وكيفية تأثير هذا التركيب على الخواص الخاصة بالهيدروكاربون نتلان إلى الأروماتيك هيدروكاربون وهي المركبات الأروماتية تاخد هذا الشكل موضح حمامكم عبارة عن حلقات مشبعة وطبعا أشهر هذه المركبات هو البنزين المعروفة C6H6 كما موضح حمامكم وهو عبارة عن مركب يحتوي على 6 درات كربون و 6 درات هيدروجين طبعا تنتز هذه المركبات موركبات سامة وطبعا كما اشعرنا سابقا في المركب البنزين نعتبر من أشهر هذه المركبات حيث أن التركيب الكيميائي الخاص به والتشكيل الجيومتري الخاص به يعطيه قوام متماسك فهذه بعض المعلومات الأخرى الخاصة به البنزين ننتقل الآن ما هو الهدف الرئيسي لدراسة المركبات التقيلة الموجودة في الهيدروكاربون وذلك الآن الصناعة النفطية تحتم بالمركبات الخفيفة ذات الجود الاقتصادية ولكن نحتم بدراسة المركبات التقيلة من الهيدروكاربون وذلك من أجل معرفة كيفية تأثير هذه المركبات على عملية الإنتاج وخصوصا تأثيرها على المسامية والنفذية وأيضا كيفية تسلك هذه المواد أثناء تغيير الحرارة والضغط وذلك لأن أحد أهم المشاكل التي تسببها هذه المركبات هو الفرماشن دامتج بالإضافة للكومنت بلاجين والكاتلستك ديكتيفاشن بمعنى أنه أثناء عملية الإنتاج فإن قد تسبب في الفرماشن دامتج وذلك النتيجة لحدود ترسبات في المسامات ومم يؤدي إلى ضعاف النفذية وأيضا في حاتل البراسسين وهي المتمثلة في الكومنت بلاجين وذلك لأن تراكم الواكس على سبيل المثال في أنبيب الإنتاج يسبب في إغلاق هذه الأنابيب وأخيرا في المصافة النفطية فإنها قد تسبب في العدد من المشاكل قد تحتاج إلى عملية تحفيز وذلك من أجل استفادة منها مما يؤدي إلى العديد من التكلفة الإضافية في الموادل التي سوف نطرق إليها فيما بعد وأيضا في جميع الحسابات النفطية يجب أن أخذ فعلا الاعتبار أن معرفة التركيب الكيمياء للهيدروكربون يعتبر أساس كل شيء ذلك لأنه بناء على التركيب الكيمياء للهيدروكربون الخاص بنا سوف نقوم بتصميم جميع العمليات طبعا هذا ما يعرف به السيمبين الكربون نمبر بمعنى يتم أخذ عينة من الهيدروكربون يتم تحليله ذلك اللي معرفة الكمية الخاصة بكل عنصر من هذه العناصر في الخليط بالكامل وذلك على حسب المولي فريكشن الخاص بكل مركب من هذه المركبات فعلى سبيل الميتان في هذا المركب يحتوي على العديد من العناصر لدينا الميتان من نسبة 75% عايته يتم مع حساب عدد مولات الميتان الموجودة في المركب وقسمتها على عدد المولات الكلية للحصول على المول فريكشن الخاص بكل مركب من هذه المركبات لدينا ميتان اتان بروبين بيوتان هكسان هبتان واما السي سابعة بلصفة يتمثل جميع المركبات من سي سبعة فما فوق وذلك لانه في العادة يوجد العديد من مركبات سي تمانا سي تسعة سي عشرة الى مال النهاية هذه المركبات قد تكون تواجده لك بنسبة ضئيلة جدا لهذا يتم جمعها جميعا مع بعضها البعض في رمز واحد باضافة للشوائب الاخرى مثل كبراتيد الهيدروجين وتنوكس الكربون بالاضافة الى النيتروجين وهيجب التركيز على انه مجموعة جمعها القيم يجب ان يكون واحد وطبعا يتم استعمال عملية الدستيلاشن وعملية التقطير الجزئي وذلك في اجهزة خاصة لمعرفة هذا التركيب الكيميائي وكما اشارنا سابقا فان هذا التركيب يعرف به السيمبل كربون نمبرز كما وضح امامكم نتلعني لبعض المعلمات الخاصة باسمبل كربون نمبر طبعا كما اشارنا سابقا فينا تحليل المعملية يتم اجراءه وذلك المعرفة المول فريكشن المركبات من C1 الى C6 واما بالنسبة للC7 فريكشن ويمثل C7 والمركبات التابعة علىه فانه يتم الاشارة اليها بمجموعة واحدة فقدوها المجموعة C7 بلس وطبعا يتم تمييز C7 بلس وذلك على حسب البولينج بوينت الخاص بهذه المركبات حيث ان البولينج بوينت يجب ان تكون المحصورة ما بين اصغر درجة غليان لهذه المركبات واكبر درجة غليان لهذه المركبات فعلى سبيل المثال ادي كان لدينا من C7 الى C20 وكانت اقل درجة غليان هي عند C20 واعلى درجة غليان هي عند C7 فانه درجة الحرارة الخليط يجب ان تكون درجة حرارة متوسطة المحصورة ما بين C27 وC20 على سبيل المثال عند ايجاد درجة الحرارة الحارجة والضغط الحارج الخاص بالخليط فانه هذا القيم سوف تميل إلى القيم الخاصة للمركب الأعلى نسبة في المركب ككل وهو المثان في هذه الحالة وطبعا في العادة من الخبرات الحقلية فإن جميع أنواع العينات التي يتم أحلولها في الحقول النفطية وجد أنها تحتوي على مجموعة من البرافينس والنفتينس بالإضافة لمركبات أوروماتية الأمر يؤدي لاختلاف الخواص الكيميائية والفزيائية للعديد من أنواع الهيدروكربون لهذا فإن السبب الرئيسي لاختلاف هذه الخواص مبين نوع من النفط ونوع آخر هو السمبل كربون نمبر الموضح أمامكم لكل نوع من هذه الأنواع وطبعا أثناء جراء العديد من العمليات الحسابية فإن قيمة الموليكولر ويت وسبسفوغرافت الخاصة بالسي 7 فريكشن يجب إعطائها ويجب أن تكون متوافلة وأيضا يوجد العديد من الدراسات المعملية لإيجاد قيمة الموليكولر ويت وسبسفوغرافت الخاصة بالسي 7 بلس وأيضا من أهم الخواص التي يجب إيجادها في هذه المركبات هو الكريتكال براجر والكريتكال تيمبرتشر للخالية ككل وهيوجد العديد من العلاقات والمعادلات المستعملة في إيجاد الكريتكال براجر والكريتكال تيمبرتشر للسي 7 بلس كموضح مامكم طبعا هذه أحد العلاقات الموضحة بالنسبة للسي 7 بلس كميتها فقط وهكذا نصل لنهاية محاضرتنا اليوم شكرا لكم حسن استماعكم ونلتقي في المحاضرة الثانية بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة